اهلا بكم مرة انا اخر اسمعولي انا الرحب بضيفي العزيزة الاستاذ دكتور سايل الاخرس اهلا بك دكتور سايل بنورني وكل سنة وانت طيب وكل جمعة وانت طيب يعني نيو نورمل اوكي ده السؤال ابدأ من اي نقطة بس اعايز اعرف نيو نورمل نيو نورمل اللي انت قلته من شوية وفي المدخل لما جدت في العصر او الوقت المعاصر ده ازمة كورونا وخالت الناس كلها من حالة الخوف والفزع لحالة التركيز والدراسة لخالة اتخاذ القرار لتشوفنا التصورات الرهيبة اللي موجودة والهروق الرهيب اللي قاعدة في البيت ولا لا الخوف على الولاد المدارس الوظيفة الشغل هنتعامل ازاي في التخصصات المختلفة حتى في الطب هنعمل عمليات ولا نأجلها هنعمل حق نمجهاري ولا نأجله ايه المهم والاهم نبدأ بايه نقل الفرص انتشار العدوى ازاي نخلي المكان آمن على الموجودين فيه وآمن على كمال المتعملين معاه بحيث ان ينقل الفرص المرض بدأ يظهر بعض التأثير ده على مستوى الوظائف المختلفة وبدأ يبقى فيه بعض الوظائف اللي ممكن تتم من خلال البيت والماركتنج والتسويق اللي بدأ يبقى عبر الوسائل الالكترونية خوفا من التعامل المباشر فانتج ما يطلق عليه النيو نورمل والنيو نورمل معناه الطبيعي الجديد والطبيعي الجديد هو دايما يطلق على اي شيء يتغير في المجتمع وبعد ما يتغير المجتمع لسبب او باخر زي ما شفنا مثلا في كورونا فهل الناس هتتعامل ازاي بعد حتى لو قلت لهم ان احنا قدرنا نسيطر على المرض هل الناس هيبدأوا يرجعوا لطبيعتهم بالكامل هل يبقى فيه بعض المخاوف كان الناس بتعتز تقول يرحمكم الله بيعتز ذلك كأنه عمل جريمة الناس خايفة منه هل كورونا اللي هي كانت فرصة رهيبة جدا 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 للرقي البشري والانساني لمستوى اعلى لو كنا خدنا الموقف بشكل مختلف ازاي كنا ممكن مدم يبقى فيه تناحر والتهام بالتقصير والخوف الرهيب اللي كان ممكن يحصل تباعد اه بين البشر ولكن تقارب في انفسهم وتقارب في المجتمع ازاي كان ممكن يبقى المؤسسات الاهلية لها دور حقيقي لان احنا شفنا الناس كلها في موقف ما او موقف واحد متعرضة لإصابات محتملة ومرض محتمل ازاي كان يبقى ممكن نرفع به دمتحان نشوف تقصيرنا فين لو كانت تقصيرنا في الوعي فبنزود الوعي لكورونا والغير كورونا نزود الوعي بالمنظومة الصحية اللي خاصة بي كوبية وبكل فرد من افراد المجتمع وفرد من افراد العالم كمان فبنعرف ان الامراض هردي هي موجودة والامراض لما بيضع مرض جائحة الناس بتفهم يعني ايه جائحة وانتشر فهم يعني ايه بينتشر والرزاز اللي ممكن يبقى عايش الفيروس كم ساعة في الهواء ولا بينزل على الاسطح ولا هلمس الاسطح ولا ازاي اخد بالي من التلامس واخد بالي من النفس واخد بالي انها بقلبس كمامة ده غير من سلوكيات البشر بس كان ممكن يستغل احسن من كده وكاننا اعلى من كده بدل التناحرة اللي احنا شايفينه لان في اي مواجهة لكارثة من الكوارث ما ينفعش ابدا 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 نبدأ ننقسم امام التوحد المفروض نكون عليه عشان نواجه اي جائحة اماء اي ازمة اماء عشان نعبر الازمة ولما نعبر الازمة هنلاقي نفسنا رحنا لمنطقة تانية لمستوى تاني اعلى وارقة انسانيا وكمان استعدادا لاي مشكلة اماء اكيد لما كنا بنواجه 73 والحرب 73 وانتصارنا ادت لنا شيء من الطاقة الايجابية اللي تخنينينا نعرف نبني مجتمعنا كذلك كنا ممكن جائحة كورونا تكون كده لما بدأت المقدمة وقلت ان الاطباء ومدى المشاكل اللي ممكن يتعرضوا لها الاطباء وده اللي بيسموه الريسك فاكتور الاكتوباشنال ديزيز وتعاملت اكتر من اكتر من 72 دراسة الشغل بتاعك اكتر من 72 دراسة تعملت مثلا زي في انجلترا عشان يشوف الاكيوباشنال ديزيز امراض الشغل امراض الوظيفة اللي خاصة بالاطباء في التخصصات المختلفة التخدير كلينك بباثولوجي معمل هستو باثولوجي حتى انسجة دا كاترة بتعامله في الرعاية مركزة دا كاترة بتتعامل نسها ولادة دا كاترة بتتعامل في عمليات تجميل وساعات من العمل تبقى واقفة بتشغل لساعات ممكن حد يتخيل في زراعة كبد او زراعة كلا او نقل اعضاء او مشاكل حوادث ممكن اكتر من 8 ساعات و 12 ساعة ويبدل تيم وممكن اكتر من 24 ساعة تأثير دا على الاطباء انتقال العدوى اللي بقى موجود واللي هنختصر بس دا فقط البرن قوت اللي ممكن الاطباء يتعرضوله بسبب الضغوط اللي موجودة عليه انه يتعلم امتى يتجوز امتى يفتح بيت امتى مستقبله ازاي يعيش في مجتمع ازاي الامراض اللي ممكن تكون عليه الحمل الرهيب انه هو يتعلم وما يغلطش وازاي انه في الاخر خالص من غير ما يشعر انه ممكن يكون نائل مرض لنفسه والافراد اسرته اللي بروح كل يوم ليهم سواء كانوا نوزكيوميا الديزيزز بتيجي من طريق التنفس دا لدرجة حتى ممكن التبير وامراض السل اللي ممكن تتنقل مش الكورونا فقط انه ممكن يحصل لبعض الاطباء انه يغير وظيفته لانه حمل عليه رهيب جدا تعمل الدراسات في السنة الاولى في الاطباء في انجلترا وامريكا بيغير وظيفهم بيسبوها او ممكن من الضغط النفس الرهيب يخشوا في استرس واكتئاب احيانا ملء الانتحار واحيانا استخدام بعض المواد اللي ممكن تدعوم الى انهم يدمنوا حاجات مضادات اكتئاب اضافة كمان لغرف العمليات وكم من الاطباء اتعور بالمشارط ودخلت في الابرة في ايد وهو بيخيط او في ايد الممرضة اللي بتساعده او الطبيب اللي بيساعده واتنقلت امراض رهيبة جدا من الفيروس سي او بي او حتى لو مهما كان بياخد فرصة انه ممكن يتنقلوا الايدز اتعاملت الدراسات وكان المدهش انه اكبر تخصص قابل للامراض دي كلها كان طبيب امراض النساء والولادة البرن اوت اللي بيحصل كم من الاطباء في امراض النساء والولادة دغوط النفسية الاحتراق الداخلي احتراق الداخلي ينتهي كم من الاطباء في امراض النساء والولادة كانوا بيشتغلوا في غرفة العمليات سواء كتولادة طبيعي او كيصرية وتتحول غرفة العمليات احيانا محدش هتخيل ان البيب هو ونازل هو بيعمل سكويز لكل الاعضاء اللي في الحوض فينزل بقايا فضلات في الطعام تبقى موجودة وهو متحمل الريحة دي او ساعة اليوريناشن ده تفق البول ممكن ييجي يغرق وشه يخش في عناه سواء كانت المريضة سليمة او غير سليمة احنا فقدنا محدش هتخيل احنا فقدنا اه استاذ عظيم من اساس السنسة والتوليد في قط كالعملية الاستاذ الدكتور عطف رفعت رحمة الله علي الله يرحمه ده ده من اكتر من 20 سنة الله يرحمه كله الاطباء اللي ساقطوا في ميدان المعراكة الحقيقية لكورونا وغيرها من الموجود يمكن كورونا زودت الاضاءة شوية والبقرة شوية على قد ايه ان ممكن الاطباء والمتعاملين في الحقل الطبي بيتعرضوا الى مشاكل جسدية ونفسية يومية دون ان يعي احد او احيانا هم نفسهم دون ان يعي ان هو ممكن الامراض اللي ممكن تكون معرضة ليه يوميا قد ايه ممكن الطبيب وهو داخل كلية الطب او وهو طالب وداخل كلية الطب حلمه انه فعلا يعمل في العمل العام حلمه انه بجد زي ما انت قلت كده يكتشف مرض ما يعالج مرض ما حلمه انه هو يكون في المنظومة دي الشخص يعالج ولا يدري وهو بيدرس لسنوات عمره دي انه اول ما ينزل في سوق العمل الحقيقي هيتعرض الى مرضى يحملون مرض في اجسادهم مرض ممكن تنفسي يعمل كتير من الاطباء التخدير بيتعرضوا الى مشاكل من احيانا وهو تركيب التيوب وهو يطي لو احنا بنقول الماسك بيبقى موجود لكن ممكن ينهال ويتنفس من الهوى بس الاربورن ديزيز مجرد ان الهوى نائل لبعض الفيروسات اللي موجودة في غرف العمليات وهو ممكن يستنشقها او وهو جنب دولاب التخدير الخاص بيطلع يتنفس كل يوم ويستنشق كل يوم الغازات الفولاطية الجازس اللي طالع من جهاز التخدير او من التيوبس اللي موجودة بتأثر على قد ايه عليه هو وعلى جهاز التنفسي قد ايه ان ممكن الاطباء اللي بقوا موجودين وممكن من كترة ضغط اللي موجودة على الجهاز العضلي اللي موجودة والفاكرات ممكن يحصل لهم بعض المشاكل في التكوين العضلي والام مبرحة ويبدأ يتعالج عليك طبي لانه فاق واقف واقفة لصموم الارجوني واقف بقاله ساعة او ساعتين او تلاتة بيحاول يخيط جرح بالشكل ده او يوطي عشان ينزل يجيب جرح بشكل معين او ان هو يعياد الانفة او فم او اسنان سواء لي او طفل صغير كل ده بالضغوط النفسية دي وهو نفسه في الاخر مريض يخرج من غرفة العمليات قادر ينتصر على المرض هو والمريض ويخرج بالمريض سليم مرضى كتير اطباء كتير تحولوا من خانة الاطباء لخانة مرضى دون ان يعي اي احد لو كانت كورونا زودت الطرحة على الاطباء من سنوات العمر اللي فاتت دي كلها لو سألت كم طبيب دخل في مشاكل نفسية وجسدية وامراض قلب وامراض مختلفة كتير جدا بتبقى سبوراديك لكن لها لم تتجمع لو دخلنا ونقابة الاطباء مشكورة قدر تطلع من تاريخها ومن سجلاتها الاطباء اللي هي بترعى اصارهم وسقطوا قد ايه في سنوات العمر اللي فاتت يمكن كان كتير جدد من المجتمع ومن الصحفيين ومن مدركين في مجال الاعلامي يعطى دور الطبيب اللي محتاج دعم حقيقي عشان يعرف يكمل مسارته لانه هو اول واحد في خط الدفاع الاول طول عمره مش دلوعة فقط حتى في الحروب حتى في 73 و67 وما عداها وعلى مستوى العموم العالم الطبيب والممرضة والحقل الطبي دايما في خط الدفاع الاول لان الجندي المصاب هيروح فين عشان يرجع تاني عشان شيله منه شهزي وشيله منه طلقة عشان مبتور ايده او رجله عشان يقدر يسعفه او هما ممكن يكونوا حتى في الخطوط الخلفية للصفوف وممكن يتعرضوا الى مواقف زي كانت انت خدت مني الجملة يا دكتور اللي هي انا كنت عايز اقول التمريد يعني دايما لما بنتكلم عليش عذروني يا جماعة لما بنتكلم على الاطباء احنا نقصد كمان التمريد بالتأكيد بالتأكيد يعني احنا نكلم على المنظومة الطبائية وفنين اه اه يعني يعني كم من الاطباء والممارضات في ناس كتير بتلومني تقول لي انت بتكبسلت الاطباء احنا ساعات لا بس هي اللساني يما يذكر الاطباء فأي مناسبة انا اقصد الاطباء والتمريد وفنين المعامل وكل المشتغلين ربنا ربما بيكلم في القرآن وقول اعوذ بالله مشاهر رجيم يا ايها الذين امانوا فاللمطلق للرجل والمرأة للعموم نفس القصة ما بنجي نتكلم احيانا نقول الطب عشان مرتبط بكلمة الطب والاطباء ولكن كل الموجودين في المنظومة الصحية من الاطباء وممرضات وممرضين وفنيين معامل وحتى اداريين حتى لان كل دولة معرضين يوميا لمشاكل الموجودة النفسية والجسدية وان الاهالي حتى لا تعي زي ما انت بتشوف في الوضع اللي احيانا ممكن تبقى الاهالي لا تعي او انفعال عاطفي فتلاقي ان ممكن تراشق وتبدل من الاتهمات اللي موجودة على عموم العالم على عموم العالم ليس في مصر فقط ان ممكن تلاقي ان دايما الطبيب بعمل كل مجهوده اللي تم لكن دايما هو مقصر لان الحالة حصل لها حاجة انا لو بحب امي وامي كبيرة في السن وراح ترعاية مركزة والطبيب بيتعالج على الخطوط اللي موجود بيحصل ايه لمريضة موجودة في غيبوبة او عندها فشل كالوي او كابدي او اي حاجة بيبقى اوما منتظرين برا ان يخرج خبر يقوله انها خفت مش قادر ينتظر ان هو يقوله حاجة غير كده بالرغم انها مسنة بالرغم انها تحمل امراض مزمنة بالرغم انها عندها كانسر فتلاقي اتهام بالتقصير مباشرة ده هو مش قادر يتحمل حاجة زي كده وبالتالي احيانا صغر الاطباء هم اللي بتحملوا ده في الاول ان هو اللي يقول الخبر السيء لان مين هيقول الخبر السيء للاهالي ده حمل محدش بيعرفه ده في ورق كواليس هيطلع مين يقول ان الحالة دي حصل لها كاردياك ارست او حصل لها كذا وهو ممكن يكون الطبيب نفسه وهو بيتعامل مع المريضة قبلا ده وانطلعوا نازلة يعني بتتحسن وبتسوق الاكسجين في دمها بيتحسن وبيقل مرة تانية نفسه يقول خبر كويس واحيانا بيمهدهم لخبر كويس ويفاجأ مرة واحدة لصدن ارست حصل فبين وجهة نظر الناس المتعاملين ان هو كان بيخفي شيء او كانوا فيه تقاعص من الموجودين بعض الناس المتخيلين للطبيب حتى لو المريضة قاعدة موجودة وعلى منوتر وبتاخد ادويتها بشكل او باخر ان هو لو قاعد بيستنى يبقى لا كان مفروض يقوم يعمل حاجة هيديها اكسير الحياة ازاي وينقذها كننا نتمنى ده كننا نتمنى نوصل لانه هاو ونوصل لكسير الحياة ونوصل لان احنا كل المرضى يخفوا كننا كده لكن ربنا بيقول كده اعوذ بالله مستر رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عاملة ربنا قدم حتى الموت على الحياة لانه ده اصل الحياة اصل الحكاية انه كلنا ولدنا لمرحلة معينة نختبر فيها في الدنيا عشان في الاخر خالص هنموت وفي الاخر هو الامان بالدنيا النصف الحقيقة والامان بالاخر بالاخر هو النصف الاخر من الدين ربنا طالب مننا ان احنا نفكر ونتعلم التفكير وهنحاسب لو ما فكرناش والتفكير فريضة دينية فريضة اسلامية التفكير ربنا اتكلم وخص العقل بكل انواع اسمه ووظيفه في الكرآن عشان يورينا ان احنا لابد ان نعقل كل شيء حتى في الكلمة اللي بتيجي قبل يعقلون بالعقل مباشرة هتكلمة دلمة عجال اللي جاي منها يواحد يلف العجال حولين رقابة اعقلها اعقلها البطه اعقلها وتعكل ادي واحد اتنين ربنا يقلم بالعقل مباشرة او بأحد خصائصه افلا يرشدون اعلى افلا يتدبرون التدبر ام على قلوب اقفلها العقل بلغة القلب افل مش عاوز ينقشك مش عاوز يفهم اذا جاءكم فاصل فتبينوا نتبين مبين كل ده مطلوب منك كل ده الطرح ده مطلوب انك تفكر في كل حاجة وتفكر في الازمة وما تقولش انها ازمة وانه غضب من ربنا لو غضب من ربنا كون فيكون ينهينا في ثواني لكن اللي منحطنا في الاختبار ده عشان نطلع بشكل مختلف اتكلمنا وهولنا وبدأنا ان نتهم بعض بالتقصير لكن نسينا الاصل في الابتلاء الاصل في الابتلاء كنت دايما بتقولها ليس دايما الابتلاء ليس دوبا يبتلي ليعزب قد يبتلي ليصطفي ويهزب يهزب ويصطفي ويعلم من شأنك ومن قدرك عشان ايه واجعلنا لكل شيء سبب سألت مرة الشيخ الحسيني رحمة الله عليه وكان في مرضه وكان رجل من اهل العلم المتميزين جدا حسين السلامة الشيخ حسين السلامة قلت له هو ليه الربنا سبحانه وتعالى ممكن يبتلي انسان بمرض مخيف أنا عايز افهم يعني أنا عندي الإيمان بدا بس عايز افهم من وجهة نظر هو كان رجل عنده علم اللدن فقال لي بص قال لي الانسان لما بيكون ماشي في الحياة وده محاكتين ليصلح نفسه بنفسه لإما ربنا هو اللي بيصلح بيصلح روحه فأنت تحب بإيه تقول طبعا الانسان بيحب ان ربنا هو اللي يصلح وفيه أحسن من إيد الخالق عشان تصلح نفسه تعدلها قال لي إيد الخالق تمتد لإصلاح النفس في حالات منها انك تكون مريض أول ما تمرد مرض عضال اللي يصلح نفسك ويصلح روحك هو ربنا سبحانه وتعالى يصلحك بإيده وده أقل ده بيتم في زمن قياسي بخلاف الانسان لما بيحب يصلح نفسه بذاته يقب مع نفسه الجاهدها بقى بمد من المخطرات بيحب يشرب حاجة بيحب يمشي في حتة يروح مش عارف إيه عشان يصلح نفسه من هذه العيوب بياخد وقت طويل وبيياخد جاهد كبير لما يعي من ضمن المزايا بتاعت الموضوع ده انه ربنا سبحانه وتعالى بيصلح نفسه بذاته أوكي وحاجة تانية كمان الانسان يصلح لما يتحط فيه خيار يتقن أو يبقى مؤمن فيه الانسان في اللحظة دي انه ممكن يموت ويختار الحق زي صحرة فرعون صحرة فرعون أثبته ان الإيمان لحظة ده بالنسبة الإيمان يعني الإيمان لحظة لأنهم في لحظة كانوا جايين جايبين أدواتهم عشان يبهروا فرعون ويبهروا جماهير بسحرهم لما شافوا في لحظة وهم يعلموا انهم أول ما هيؤمنوا هيقتلوا آمنوا في لحظة فالإيمان في الحالة دي لحظة وفي المرض ممكن يكون الإيمان لحظة برضا وليه ممكن يكون في الإيمان في المرض لحظة رغم أن المرض جند من جنود الشفا وجند من جنود الصحة والدين جند من جنود أنك أنت تكون أفضل كل الابتلاء اللي بيجيلك يعني لما يكون مريضة موجودة عندها ألم أو عندها نزيف فالألم والنزيف جند من جنود الشفاء لأنها لما بدأت تشتكي لقينا العلة فاكتشفنا المرض فعالجناه فده جند من جنود الشفاء أن يرسل في صورة مرض في الأول ولكن أنك تزعن ليه وأنك تصدقه وأنك تفهمه ولجتلك الإشارة اللي موجودة ربنا المبدع اللي جمع جسم الإنسان وفي أنفسكم ألا فلا تبصرون بشكل كل جزء من جسمنا يؤكد على قدرة إعجازية في كل خليانة موجودة جهاز تنفسي جهاز هضمي جهاز بولي جهاز عين بتشوف ودن بتسمع جهاز تناسولي وإحنا ما نتكلم النهاردة إيه الإبداع ده بس نقف ونتعلم ونتعلم ونشوف أن ربنا لما يبتلينا عشان نعلم من قدرنا لإن إحنا في الآخر لو قاعدين وكله بالدعى خلاص أو ما تحرك ليه ما أنا هدع ربنا ويحلهاي ليه أكتعد ليه يا سيدي شغل إيه أنا هدع ربنا بكرة يرزقني يعني أنا أصلا المرض من عنده وشفة من عنده أدعيش فيني لما وقتناهم وكل شيء سبب في أدبع سببه ربنا ابتلى كل الأنبياء عشان نتعلم اللي اصطفاهم رسل ابتلاهم سواء تأخر الإنجاب ليهم أو سواء كان في مرض جسدي موجود ليهم أو سواء كان حتى في نفسيتهم أو سواء بالسجن سيدنا يوسف أو سواء كل اللي سيدنا يونس في بطن الحوت عشان نتعلم حتى الإصطفاهم ربنا بيبتليهم عشان نتعلم من الابتلاق سيدنا المسيح سيدنا محمد كم من الابتلاقات اللي ممكن تكون موجودة وإنه ممكن يهزم نبي ويهزم في معركة طيب ربنا اللي اختاره طيب ما قال ليه ما وقفش جنبه عشان ما أخدش بالأسباب اللي ربنا حطها وبدأت الصحابة تبعد عن أخذ بناصية العلم وبناصية القواعد المنصوص عليها وبالتالي لازم نتهزم وإلا إله مش عادل لما ينصرنا وإحنا مش قايمين بأسباب النصر ينصرنا عشان اللي صدنا كان كفار وبالتالي هم إيه ده إحنا أصحاب حجة ده هم كفار لكن هم بيقوموا بدورهم عرفوا ياخدوا أسباب النجاح والحياة هيده لهم لأنه رب عادل أنت خدك بأسباب النجاح وبالحياة وبالدين هتعل عليهم هو ده بالخصصية هقول لحضرتك حاجة يعني برضو الشيخ حسين سلام هو الألالي هو في حالته المرضية العنيفة قال لي سألني قال لي إيه أكبر دلالة أو أكبر مثال لإن إحنا بنعيش في عالم الأسباب فقلت له إيه؟ قال لي قصة سيدنا أيوب في آخرها سيدنا أيوب مرض فربنا سبحانه وتعالى لما أمر قال إرقد برجلك هذا مختسل بارد وشراب صح؟ لربنا ده أكبر مثال للأخذ بالأسباب لأنه هو بيكلم ربنا يعني ربنا اللي بيدي له الأمر بشكل مباشر ربنا قادر بشكل مباشر إنه يقول كون فيكون طبعا بس هو بيقول له استخذ السبب روح خد الدواء جيب الدواء وحطه على جسمك ده مختسل بارد وده شراب القصة دي أكبر مثال لأنه هو والقصة تانية آه لأنه هنا اللي بيدي الأمر بالأخذ بالأسباب لأنك إنت في عالم الدنيا فلازم تاخد بالسبب هو رب الدنيا ربنا سبحانه وتعالى طبعا بشكل مباشر وسيدنا ستين مريم آه وهز إليك بجزء أن تساقط عليك رطبا آه صح ولا أه ما كان ممكن آه بس كده حطها لكن يعلمنا في السياق الحوار القرآن العظيم آه تمام الله أنك إنت تاخد بالأسباب دي عشان سيب بقى رب الأسباب يعمل المعجزات آه وتقف تتركب وتتدبر المعجزة ولكن مش إن إحنا هنقعد يقول وإذا عزمت وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ولكن إذا عزمت عملت مجهود وخدت الدراسة وعملت وعارف أنك هتعمل موقف ما؟ مشروع اقتصادي مشروع صحي مشروع خاص جوازة شرع عربية أي حاجة خد بأسباب العلم كلها وبعد كده توقّل على الله ربنا هيقيدك كده لو إحنا طبقنا الكلام ده على المجتمع على الحياة الطبية اللي إنت بتعيشها اشرح لي من وجهة نظرك دايما أنا عارف إنك بترمي المعنى عشان بعديه الحكايات تفسر بس دخلنا أكتر في الناحية الطبية هل إنت شايف المجتمع المصري والعربي فين من الأخذ بالأسباب العلمية والمجتمع الطبي نفسه؟ من الأسباب العلمية؟ يعني عشان نقدر نقول مثلاً مثلاً في التلاتين سنة اللي فاتت حصل تغييرات رهيبة جداً والديموغرافيك تشينجيز في الديموغرافية أو السكان تغييرت بشكل أو بآخر في التلاتين سنة اللي فاتت وحصل تطور رهيب في شكل الحياة من أكله ومن شربه ومن غزة ومن مبيدات حشرية ومن صناعات موجودة في المجالات المختلفة اللي موجودة ومن 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 عشان أنت تلحق بالضرب ده لابد من موجود أيقونات موجودة من الناس العلماء الأفاضل ومراكز بحث علمية مستمرة وزيادة موارد البحث العلمي اللي أنا شايف حتى لو البحث العلمي يكون من قنوات الشرعية زي الزكاة هو أولى من الأكل والشعر لأنك إنت لو أكلت الناس كل لحم والله فكرة حلوة طبعاً لو قلت إن كيلو اللحمة كيلو اللحمة بقى بجنيه خلاص كنا؟ البقرة بقت بجنيه هل تحلت مشاكل كل الناس مش لقيت أكل وتشرب؟ والله ليس رفاهية فكر دي حقيقة لأن إحنا عندنا فكر في الفكر ليس فكر وعندنا فكر الفكر إن إحنا بنفكر كده يعني هل الناس لو يعني عشان بالكل شي أقول لك إيه الأكل غيري أنا موافق طبعاً لازم تكون الأكل إيه اللي عشان الناس تعرف تأكل وتشرب لأن الناس تأكل وتشرب وتتنفس للأساسيات بتاعت الحياة ويبقى آمن في بيته اللي وكله وكله ميته وشرب وتنفس وآمن جيزة تلاقي الدنيا زي ما رسول الله السلام بيقول ومؤمن صحياً يعني طيب عشان نوصل لده لو أنا بقول لك الناس تراحق وقالوا لهم اللبن ببلاش والجبنة ببلاش هل اتحالت مشاكلة؟ هل التعليم اتحل؟ هل الصحة تعلمت؟ الحلت؟ هل تكديس الجامعات بقى طالبة بيدرسوا وهم ما عندهمش أمل يتخرجوا ويشغلوا في إيه؟ هل لما أنا مثلا أكون في مجال صحي؟ مستشفيات واجه أختار مثلا مين يشغل فيه الموظف للحسابات أو موظف للريسيبشن أجيبه عشان أدربه وأوري له زي يتعامل زي إنسانياً وزي يتعامل وياخد باله من الصحة وزي يتعامل وزي يتعامل وزي يتعامل وزي يتعامل هو فهم إنه هو بيطلع ده تخصص ما موجود ما بناخدش بالأسباب دي ليه ما بنستنبطش بعض الحاجات المنقوصة يعني تعمل دراسة في السوق ونعرف إيه الوظيفة اللي نقصه فشغل عليها وإيه الكوادر أزود إزاي إنها تطلع فشغل عليها لو بتكلم في طب إزاي الشغل الأطباء وإحنا بنجري الجاري ده كله ويبقى فيه تفاوت في المريض اللي راح يسمع من طبيب لآخر يروح لتسع أطباء كل التسع أطباء كلاماً مختلف مش على ديفرينشال دياجنوزيس وعلى مهارات مختلفة وعلى علم مختلف طب ليه عشان ما يبقاش كل الناس فيه حاجة اسمها كونتينوس ميديكال اديكيشن السي ام فيه سيرتيفيكات اللي بتاخدها دي إن انت مثلاً عشان تجدد لك رخصتك وتبضل طبيب مستمر في معالم المهنة ما تخرجتش من تلاتين واربعين سنة شغال بالتخرج وبالتالي ما بتخدش بأزباب العلم فترتقي لما تكون كل ثلاث سنين أو خمس سنين هيبقى كأنه فيه امتحان عشان تجديد رخصتك فتستمر في العمل ده وبالتالي هتاخد بالأزباب كم سنة ساعة دراسية حضرتها في مؤتمرات كم ساعة دراسية حضرتها في ورش عمل كم ساعة دراسية حضرتها في ورش عمل إن انت مدت إيدك واشتغلت بإيدك في معالم المناظير سواء في الدراي لاب أو في الويت لاب سواء كان على سيميليتور محكاة أو إن انت اشتغلت على كدافر جسس أو اشتغلت على أنيمال لاب اشتغلت على معمل في حيوانات وماثل اللي إنك انت مش هتتدرب على بشر وبالتالي تعلى ليه ما بتحطيش قواعد ده وبالتالي مقاش فيه فجوة رهيبة بين الأطباء فجوة رهيبة بين الشرق والغرب لازم ناخد بأسباب ده لازم يكون عندنا حقيقة لصورة علمية حقيقية هي اللي هتعلى شأن شأن أي مجتمع بيقوم والاهتمام بالصحة هو عنوان تقدم الأمم كلما تهتم بالصحة بالصحة زي ما اتفقنا ليه ما كل محافظة ما يبقاش فيها مركز بحث للأمراض اللي طالعها من المحافظة دي يتولى المحافظ مباشرة كأنه هو رئيس الجمهورية المساغر للمحافظة دي وكل رجال الأعمالي الموجودين يساهموا في إنشاء المركز العلمي الموجود في المحافظة دي لأن كل محافظة لها أمراض خاصة بيها جدا غير الأمراض اللي في المحافظة اللي جنبها هتيجي منين يبقى ده هي وده كمان بيزود إيه الأطباء اللي هيشغلوا في محافظة دميات مختلفين عن الإطباء اللي مشتغلين مثلا في بورصعيد مختلفين عن الإطباء اللي موجودين في الوادي الجديد مختلفين على الإطباء اللي موجودين في الصعيد عندهم تبادل معلومات مختلفة ممكن في المؤتمرات تبحث لا يختصر العلم في مؤتمر واحد معين في علم واحد معين يتكرر كل سنة وده حاجة جميلة لكن العلوم الأخرى لابد يكون لها نفس الطرح ونفس الإيمان عشان تطلع كوادر جديدة كل يوم طلعة عشان أشفيها مثلا صف أول من الأطباء المتميزين صف أول من المهندسين المتميزين صف أول من المهندسين الزراع المتميزين وبعد كده فجوة لما يقع الصف الأول والجينيريشن الأول فين؟ إيد بإيد بتسلم عشان يطلع المفروض الأجيال اللي طالع تكون أفضل كتير جدا من اللي فاتت ما نعودش نقول إخسارة كان زمان شايف الأطباء في مثلا سنة 36 وبابيت خرجوا كان عدد كم عدد للأطباء الموجودين ولابسين البدل وشكلهم إزاي الممرضات كانوا شكلين إزاي شكلهم إزاي فنتكلم دايما على مصر اللي راحت أنا عاوز أتكلم على مصر اللي جاي ما ينفعش نتكلم بسا إيه هي إذا ما نتكلم كده تنمية حقيقية لتنمية البشر وتنمية البشر وتنمية الحجر بالتأكيد يعني لما البشر يبقى عنده فيه انفسمنت انت بتعمل استثمار حقيقي لولادك ما هو دولة ولاد الدولة ومش هينفع لوحدها دولة واحدة تقدر تعمل كل حالة في كل الدنيا بلا سسناء حتى في العالم المتحضر لابد من وجود آليات للناس اللي موجودة بتستفيد من الدولة اللي موجودة كل دولة فيه ناس مستفيدة ومستفيدة بالحقهم بمجهودهم وبينجحوا نجاح مبهر ولكن في الآخر خالص لا تختصر إن أنا ديت رحت موديت ميد بطنية وعملت بنك الطعام وطلعت الكارتونة بيأكلوا دي جميل لكن في الآخر خالص لازم يحصل ثورة تصحيحية لازم يكون المحافظة دي فيها مشاكل صرف صحي أو فيها مشاكل كهرباء القائمين على المحافظة يعني كينا مفيش مركزية في الحكم يبقى كل محافظة كانت تقوم بدورها الحقيقي بجد هيحصل حتى كمان إيمان مطلق بصغرين طلعين شايفين إن بيحصل ثورة تصحيحية عندي أمل في بكرة إيش عشوائيات؟ عشوائيات لا كفايزة ما كل الكرارات اللي اتخذت دلوقتي وقف البناء العشوائي دي حقيقة مفروك هتتاخذ من قبل كده بس الحمد لله أنا اتخذت وبالتالي كل اللي بيطلع عشوائي الفكر عشوائي البنى وعشوائي قد كمين لنا عشوائية المستقبل وبالتالي لابد من وجود يعني وإلا ليه النجحات موجودة بتبقى فرادة كأنها تفارات ميوتيشن مش إنها جيناتكس إنها أجيال وراء أجيال هل إحنا نتكلم على مصر فتبقى الفرعونية؟ فقط على أجدادنا اللي موجودين ولا يبقى الاستمرار النجاح طول عمره طول عما مستمر فهو ده الحضارة مش ليجي على فترة معينة نتكلم على الماضي وضمتم والنجاح دائما هو نادي فيه نادي الناجحين نادي هو النادي ده مفتوح دائما أبوابه مفتوحة عنده السادات كل يوم يقبل أعضاء جدد نادي ملوش أبدا ينفع فيه وسطه بمجهودك ماينفعش فيه أبدا وراسة أنت ناجح في ابنك لازم يبقى ناجح لا هتكتهد شروطه موجودة للعضوية وعمره ما ياخد منك العضوية بشكله أو بآخر بس اكتهد انت وفي حالة بتبحثنا عاوزيني زود الإعضاء اللي موجودين ينتموا إلى عدم إلى عالم نادي النجاح وفي حالة بتبحثنا وكفاية بقى تصطيح وكفاية بقى بجد تصادم والناس تصارع وأكل تآكل كل الشخصية كل حد يطلع ينحر في كل الناس اللي نجحت وينحر في كل الناس اللي بتجتهد انت عاوز ايه؟ يعني انت بتعمل كده ليه؟ ايه الفرق ما بين دولة ودولة؟ دولة تدعم الفشل حتى ينجح ودولة تضعت على النجاح حتى يفشل لو بعاوز تحط قصص للنجاح قصص النجاح موجودة والقوانين مها موجودة بس نبدأ نطبقها وإحنا بنطبقها يبقى في عدل أكيد هيبقى في نقلة مختلفة والله مختلفة والنجاح قريب جدا ومصر تستحق وفيها خطوات بتتم دلوقتي بتتم وفيه ناس عمالة تقلل من اللي بيحصل كل يوم اه فيه ناس بتحاول وفيه ناس دايما المعلومات من اللي موجودة يعني معلومات حقيقية صادقة يعني معلومات مشكوك في صحتها وانتشر السوشيال ميديا عشان الرومرز والشائعات اللي ليهل بنهار تنحر في إيمانك في كل حاجة إيمانك بربنا وإيمانك بعقدتك وإيمانك بحكامك وإيمانك بوطنك وبالتالي بتدور على مين؟ يعني ما تقعد تلعن الليل بنهار وطنك وما انت عايش تتعيش في إيم؟ هتعيش في حتة تاني بلادي فورنر هتفضل طول عمرك موجود في أي مجتمع ما أنا سفرت العالم كل شفت العالم كل بنجاحك تقدر تنجح في كل الدنيا ويحترمك الإنسان ولكن دايماً هو شايف أن انت بتزحمه في بوطنه وطنك أولى وطنك ينفع تنجح فيه لكي نفاقود لكي نفاقود لكي نفاقب ويقزمك ويقزمك ولكن إن شاء الله نعد المرحلة دي بكل الحب وكل خير الحاجة بقى يعني نادي النجاح أو منطقة النجاح في الحياة في النجاح الحقيقي ما فوش فعلا لا وسطة ولا توريس والناس كتير هتقول لي لا لا ده فلان ده دخل بالوسطة هو ما بدخلش النادي الحقيقي للنجاح هو بيقف هو دي النظرة القصيرة على المدى القصيرة هو بيقف على باب النادي أو ممكن يدخل بس بكارنيه مزور بس ما بيقعدش كتير ما بيستمرش نجاحه وده احنا بنشوف كل حاجة يا ما شفنا ناس بالوسطة اتعلم ابن فلان طلعوه اه من الاوائل او ابن فلان خلوه بقى يعمل فيلم ولا مسلسل ولا ولا بيحصل بس ما بيستمرش هزا النجاح عند الناس الناس سرعان ما تقولك لا ده مش موجود ما بين الزيف الاعلامي والنجاح الحقيقي شفت طبيب نجاح بواسطة احنا شفنا شفت لعب كرة نجاح بواسطة شفت مثلا البطر يلعب في نادي اه يتاخد يروح لكن ما يستمرش محمد صلاح نجح بواسطة ميسي ورونالدو نجح بواسطة كومن نرجح بواسطة شوارزنيجر نجح بواسطة زويل نجح بواسطة طاع حسين نجح بواسطة مكلسوم نجحت بواسطة شعراوي نجح بواسطة مفيش حد من دولا بينجح بواسطة هو جواجه النجاح وبيكتهد على نفسه وبيشوف مكاومات النجاح وبيشتغل عليها احنا شفنا يا ما فيه كل البرانشات كل الحاجات حاجة تانية اللي حدولك مهمة جدا جدا فيه اصوات دلوقتي في السوشيال ميديا بتطلع تقولك يا اطباق بيتعرضوا لضغوط واحنا مش عارف ايه وبعدين بصوا بقى فيه عروض جاية للأطباق انه هم يسافروا وفيه مش عارف مين هيفتح انا بقول للأطباق الشباب بقول له زملائي اللي لسه متخرجين اوعى تسيب بلدك اوعى تسيب بلدك عشان كاسح حاجة عشان كاسح مش هقولك عشان بس ودي كافى بها ده وطنك وارضك واهلك ولازم تقف جنبهما ده انا بقولك النجاح الحقيقي هنا وانك انت تبسعيد بنجاحك هيكون هنا الغضبة السريعة احيانا بتطلع تتلفز بعض الحاجات انما انا متغوص ومتدايق فبطلع بقول كلام احيانا مش مؤمن بي يعني عاوز اقول انت بتضغط عليا بس انا عندي عروض في مكان اخر احيانا انا عاوز اعبر ومش بعبر عشان امين عليك انا بعبر من غضبي يعني عاوز اقولك انت بتضغط عليا ولذلك انا مبكلمش الناس انا مبكلمش اللي كاتب الكلام ده ممكن اللي كاتبه فعلا ان يكون مبكلمش الداول وخلي بالك الدول الاوبرسيز يعني لما بيجي دولة زي انجلترا تطلب اطباء بتطلب اطباء عشان تقالي للكوست اللي بيصرفوه هم على اولادهم يتعلموا في كليات الطب فعاوز طبيب متخرج واتخرج بالكامل يتصرف عليه في دولته وجاي يخدمهم في الخدمة اللي هي فيها الريزدنشل اريا دي او ريزدنسي منطقة النيابة دي اللي تبقى موجودة الطبيب قفر حان روح يتعلم برا وهو وفر على الدولة دي قد ايه بشكل او باخر انا عاوز اقول اه يعني الصراع اللي موجود اللي هيفضل طول عمره موجود ولكن عشان الركعة دي تقل شوية في اي مجال ما لابد من ان احنا كمان تفكرنا يتغير عشان نعرف ننجح ونقول الكصة بتاعتنا نرجع اه نرجع تاني بس احنا لازم نأكد على النقطتين مهمين بقى كونكلوجين مهم او في الفترة الاخيرة وده اللي احنا نديني بيه البحث العلم يا جماعة والهلم البحث العلم يعني ايه انها يبقى عندي كوادر قادرة على انها تحل مشاكل ايجي مرض معين ويا ما هيجي امراض جاية في المستقبل مش بس كورونا هي نهاية القصة لا ممكن ييجي امراض تاني لما يكون عندي بقى كوادر بحث علمي كبيرة موجودة في مصر وفي الوطن العربي كله تقدر هذه الكوادر انها تطلع ادوية تطلع فاكسين تطلع اساليب علاجية احدث البحث العلمي والعلم والتكنولوجيا والمواثبة ليها وصناعتها ده المستقبل احنا عايزين جيل جديد يتصنع ويتعمل ويبقى هو اللي فيه الريادة الناس اللي بتعمل الصناعات الصناعات العلمية الصناعات اللي بتفيد التكنولوجيا الناس دي هي اللي لازم تتحط على اوائل الدفعات هي اللي لازم تدخل يبقى فيه كليات خاصة بتاخد الاوائل من دول وبالتالي لما الصغير واكبير يلاقي ان العلم والعلماء ليهم دورهم وليهم مكانتهم في وطن هو بيتمنى ان يحلم يكون كده لان ما يجي دلوقتي معظم الولاد الصغيرين هتطلع تسألوا عاوزي بقى ايه يلعب كورة يبقى بيغنى بيمثل هما دولا نجوم المجتمع اللي موجودين نجوم المجتمع الحقيقيين بقى اللي بياخدوا بكل دولا وما فيه صراع ما فيه نجوم مجتمع فننين ولعبي ومغنيين ومطربين وممثلين مفيش صراع ولا غيرة ولكن في نفس الوقت مش هما هما دولا مش تبقى مش مصر كلها تبقى كده وبالتالي لما اطلع الاقي بقى انا عندي امل فبكرة ما انا شايف فلان ان النفسة بقى زيه العلم فلاني ده ده خد جائزة نوبل او خد جائزة بشكله زي ما مصطفى محمود تواجد فيه وقت من الاوقات رحمة الله عليه دكتور مصطفى محمود هو اللي خلينا حبا تكون قولة بالتأكيد مش هما بس يعني هو اللي خلي الجيد بتاعنا كل الشركات الادوية اللي بتشعر في مجال الدواء زي كل ينفع كل ده ده بقى الازهر ووزارة الاوقاف اللي ما يتبنوا في كل مناسبات ان ده ينفع كمان صرف شرعي للبحث العلمي على عموم المحافظات هيبقى بحث علمي في مرض ما بحث علمي ليه نفوك السمك بحث علمي ليه بحارة البرولوس السمك فيها قليل بحث علمي ليه بحارة اللسان قليل بحث علمي في الفيوم ليه بحارة قارون زي نحن نستثمرها اكتر بحث علمي بحث علمي في كل ربوع الحياة وبالتالي ده النقل للحضرية الحقيقية اللي تخلينا فيه قفزات رهيبة من الزمن نقدر نعوضها ونبقى في مصاف الدول اللي كل المصريين بيتمنوا يشوفوا بلدهم في الدول اللي يستحق بدان ما أبقى أنا ناقم وحاقد ومضغاز وفقط لا كل طاقة دي تبقى طاقة إيجابية للدفع بقدام لأنه شايفه قدام إن شاء الله يبقى سهل وكويس بعد الفاصل هنتحدث عن هذه القصص القصص ما يسمى بالتشخيص الاحتمالات التشخيصية وهي بقى فيه سؤال دايما بيفرد نفسه من صاحب القرار دائما طبعا المفروض يكون الدكتور طب ليه فيه موضة دلوقتي أو مش موضة فيه ظاهرة إنه فيه ناس بتتدخل في القرار وبتفرد أراءها مثلا فيه كابلز ممكن ييجي ويطلب إنه يتعمل له حق نمجهاري في الوقت اللي المفروض يتعمل له منظار والعكس ممكن يقول له يسر يقولك لا أعمل لي منظار أنا سمات أنا مش عايز أعمل حق نمجهاري أنا عايز أعمل منظار وعالك حالتي طبعا وإنتي صاحبة القرار هو أساسا إحنا الطب هل تحول المعروض فيه إلى سلع ويخضع لفكرة العرض والطلب طبعا مش مفقه فيه جزء كده منه بس أنت قلت بعض الفاصل وفيه جزء تاني إن أنا وإنت بنتكلم يعني أنا والمريضة وأهلها إنه إحنا فيه شراكة بيننا دي حقيقة في اتخاذ القرار بس الشراكة بمعنى إيه إن انت اخترتين أكون قائد في الحفلة اللي موجودة دي اخترتين أكون قائد في الجزء ده من حياتك أنا أخبرك اخترتين أكون قائد فبنقشك عشان يعلمك اللي أنا حرار مدرك لكل أبعاد القضية وبالتالي أنت هتسلم لي عقلانيا وجوارحيا لما تتطمن لأن الأصل في القرار وفي الحراك وفي الحوار الرايح جاي بيني وبينك أنا طرف وأنت طرف إن أنت عوث تطمن ده ده حوار إلهي بشري سيدنا إبراهيم وربنا فسيدنا إبراهيم اللي وصل لربنا بيقول لرب يقالن كيف تحيي الموت فربنا تعاوز يعرف يعني لي نحن بيعلم نحن قال أولم تؤمن لا فيه ثقة ما فيهش قال أبل ده موجود ولكن اللي يطمئن قال بي فدائما كنا نقول إن سيدنا إبراهيم محتمال يكون هو كان عنده وسواس زيت شوية وقاعد يدور على ربنا ولكن دي طبيعة البشر ويأتي سيدنا موسى كلمه الله ربي أرني جاهنا ربي أرني أنظر إليك قال أولم تؤمن نفس الإجابة قال أبل ولكن يطمئن قلبي فدائما إطمئنانا القلوب أصل وقلوب إليه معناها إطمئنانا القلب ليس العقائدي ولكن العقلي على قلوب أقفلها أنا عاوز أتطمن قلبا وقلبا عقلا وإحساسا عشان أقدر أسلم نفسي أصلم نفسي وغمد بقى أنا ليه تفسير تاني عندي إيمان تاني أنه كلام رب كلام سيدنا إبراهيم وكلام سيدنا موسى لله عز وجل في الحتة دي بالذات استئناس اللي هو مش لمزيد استئناس ولكن استئناس وإمتاع طمع بشري طبيعي للحوار الأطول وقد يخترب أكتر من البول العزيزي ولكن الاستنباط اللي يجي مننا كلنا وقلب ذكر الله تطمئننا القلوب في الآخر خالص أنا عاوز أتطمن عشان في الآخر كده أي كلمة عايز أتطمن أتطمن بقى وغمد عني عشان نقدر لا هو يطمئننا قلبي برضو من وجهة نظر دي متعة القلب اطمئنان للقلب هنا مش معناش عكس الشك مش وجود اطمئنان عكس الشك ولكن هو يطمئننا قلبي اللي يستمتع بمزيد من المتعة اللي هي لمالهاش نهاية لذلك سيدنا موسى عليه السلام ما علشي الحتة دي لما أول كلام لربنا سبحانه وتعالى لما سأله قاله وما تلك بيمينك يا موسى قالت هو رحمة عدد هو كان ممكن يقول هي عصايا وخلا هو كسف كسف سيدنا موسى في الآخر لما قال قاله هي عصايا أتوكأ عليها وأخش بها على غنمي وبعد ذلك أنه هو طول هو أساسا عايزي طول طبعا وهذه طبيعة البشر إذا كان الإنسان لما بيقعد لما بيقابل شخص هو شخص إنساني عادي هو بيحبه أو بيحتز به أو مبهور به ومبهور به بيتطول معاه في الكلام بيتطول معاه في الكلام لدرجة أنه بقى لك بقى لما يقابل لرب العزة بيلا دوابط وأحيانا كلام ملوش معنى ملوش معنى ملوش معنى ملوش معنى سأله أشأل ملوش يعني ويجاوبه إجابة طويلة يعني بس أنا بطول عشان يستأنس فما بالك 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 من قبل رب العزة لازم يطول عشان يستأنس ده بتنوار للعرض وطرحت تلات أربع قضايا مهمين جدا البحث العلمي والتشخيص بعد الفاصل سؤال الدكتور سيد الأخرس ما زال مستمر هل الفرق ما بينه إنه صاحب القرار يؤنس ويطمئن اللي حواليه بمشاركة في القرار هذه المطمئنة والمشاركة والاستئناس شيء مقبول جدا في المعنى الطبي اللي مستوحى من المعنى الديني اللي احنا قلناه ولا هي المشاركة فعلا هتكون مشاركة حقيقية في تخاذ القرار والمسألة تقلب بسوبر ماركت ده سؤال هيفرض نفسه والإجابة بعد الفاصل خليكم مع الدكتور من أكتر البرانشات الطبية من أكتر فروع الطب اللي فيها احتمالات وفيها مدارس وفيها أساليب مختلفة وفيها تغييرات تغييرات بمعنة أنه كل شوية مش كل شوية كل فترة يحصل تطوير كبير جدا للأبروتش أو للطريقة في التعامل مع هذه المشكلة الطبية هو برانش تأخر الإنجاب اللي هو جزء من النسب لما نيجي نبص أسباب تأخر الإنجاب المشهورة مثلا الأسئلة كثيرة جدا تكاوس المبايد هندخل نعمل إيه لتكاوس المبايد هل علاج دوائي؟ هل علاج بالتدخل بالكي؟ هل كي تراجع؟ طب هنستخدم الأسلوب الجراحي نعمل ويتج ريسيكشن طب ده كان قديم خالص وتمنع طب هنعمل حانم جاري على طول طب هنستنى مش عارف إيه بطنت راح بالمهاجرة هل أسلوب العلاجي الدوائي بالنسبة للحالة دي؟ ولا المناظر تدخل ولا لها برامترز ولا أنهي ستيج هي واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة الأنابيب هنتعامل معها إزاي؟ هنقفلها ونعملها فصل ونعزلها ونشتغل عطول حانم جاري ولا ندخل نعالج المشكلة بتاعة الأنابيب دي ونصبر عليها شوية ونستنى الحمل الإيجابي الحمل الطبيعي أسئلة في كل منطقة ولذلك أول سؤال هسأله والمنطقة اللي هنبدأ نبحر فيها مع ضايف العزيز هي هذه المنطقة دكتور سيد أسباب تأخر الإنجاب كيف ننظر لها في هذه زي ما بيقوله الخريطة الكبيرة والاحتمالات اللي زي ما ميرهاش حد وخصوصا عندما يكون هناك أكثر من سبب تأخر الإنجاب طيب هو على المطلق يمكن إحنا وإحنا قصدين المرحلة اللي جاية نحنا نكلم فيها دي هو زيادة الوعي للناس على إيه اللي بيحصل في جسمك الأول وإيه اللي بيحصل في اللي ربنا خلقه من تبويض في مبيض والمبيض ده دوره إيه والبويضات اللي موجودة من أيام لما كانت البنت في بطنه مهوى يلسه جنين وعند 20 أسبوع فيبقى المبيض ده اتخزن فيه أكبر كمية من البويضات اللي موجودة رغم أنها لا تستهلك رغم أنها مش حصل لها طبويد لإني لما لقناها عند الولادة لو كان فيها 2 مليون بويضة اتجمعت في مبيضها ويهي لسه جنين في بطنه مهوى عند 20 أسبوع عند الولادة يحصل تآكل في البويضات دي إلى الغاية يوم الولادة يبقى شكل عدد البويضات اللي موجودة عندها 1-2 مليون اه بعد ما كانت 5 او 4 وبعد كده من عند الولادة لغاية لما توصل لسن البلوغ بوصل حوالي 400 او 500 ألف بويضة نص مليون بويضة ليه العدد ده راح فين يعني المبيض في حراك مستمر اللي خلى اللي خلى الجنات الوراثية تلعب دور ده عدد البويضات اللي هتبقى اتخزنت في المبيض ده في السن ده وليه عند الولادة هيحصل كده وليه من عند الولادة لغاية النطج وبعد من النطج بقى نص مليون بويضة ده على الافتراض وإحنا عارفين إن فيه بويضة كل شهر إن لو إحنا قلنا بويضة كل شهر يبقى هي نص مليون شهر عايزاهم ولا هو نظرياً إن كل شهر بيستلك حوالي ألف بويضة يعني تكمل من لو هي تبويضها بدأ يستهلك في نطجها ونطجها من تسع سنين قول عشر سنين لخمسين سنة أربعين سنة بتستهلك يعني أربعين سنة السنة فيها قول لو عشر شهور عشر شهر فعشر شهور يعني كأنها بتستهلك ألف بويضة كل شهر إزاي وإحنا أصلاً ما بنيجي نعمل متابعة للتبويض هي اسمها ليدنج فوليكل بويضة واحدة لكن لما نيجي نقرب عن قرب شوية لأي إن فيه عدد من البويضات اللي بتطلع عدد معين من البويضات اللي بتطلع والبويضات كأنها زي القطر تنزل عليها الهرمونات عشان تغزيها فليبقى نفهم كمان إن فيه حاجة اسمها هرمونات ونفهم إن التبويض اللي بيتم ده على ترياد تريو حاجة سلاس سلوس ما بين الهايبوسالامس المهيد اللي في المخ للغدة المايستور بتويتري ولغاية المبيض إزاي بيحصل تواصل ما بين هرمونات معينة بتطلع من هنا فتنزل من المهيد على البيتويتري تنزل هرمونات تانية فتطلع من البيتولاد اللي غدة إنه خمية تنزل للمبيض الأكسس هايبوسالامو بتيوتري أوفيريان أكسس بتطلع من العودة سهل للناس بس بتطلع البويضات تبدأ تغزيها بشكل معين عدد معين من بويضات ولكن فيه هرمون اسمه المتش اللي مش بس بنستدل بي على عدد البويضات والكوالت بتاعتها قد إيه ولكن بيقول كمان إن البويضات اللي عليها الدور اللي هتشغل يخلي الفيساتش والالالتش يشغله عليها والبويضات التانية اللي في بيات المبيض ما طلعهاش ما خليها ركوت نايمة نايمة دورمنانت ما تتأثرش بالإلف إسه لنزم الغدى النخمية يعني هو دهليز يفتح يطلع يخلي البوايدات معينة اللي هتشتغل وبعد كده بتطلع البوايد لما تطلع البوايدة وتبقى جهزة طب ازاي البوايدة للجهزة بقى وخلاص حصل التبويض وهنقول دي كانت أنسة فما فيش حمل فلما بيحصل إيه بعد ما تلعت البوايدة تلع حاجة اسمها الجسم الأسفر الجسم الأسفر عشان يطلع هو كمان هرمونات معينة توصل وتغزي البطانة فتخلي البطانة فيها سمك معين عشان البطانة اللي فيها سمك معين دي مستعدة أن البوايدة اللي لو تخصبت وحصل حمل هتجيله ويبقى هو جاهز لها والبطانة لها سمك معين هنتكلم فيه وبعد لما البطانة تبقى فيها من استعدال كده لا دا ما حصلش جماع وما حصلش حمل لأن البنت دي لسه بنت صغيرة فالكوربس لوتيم أو الجسم الأسفر ما يشتغلش ولما ما يشتغلش يبقى الهرمونات مش واصلة هنا فازاي يحصل حاجة في الانتوميترام أو البطانة الرحم الرهيبة دي أن الأوعية الدموية اللي انت شايفها جاية من الرحم ده ورحل سبيرل بقت كده عن كبوتية كده إزاي يحصل فيها ميكانيزم رهيب جدا يحصل فيها فازوكو نستريكشن دي في العوايات دموية فيحصل فيها سكيميا نقص دموية وبعد كده يحصل فيها تآكل وبعد كده يحصل فيها نزول الدورة تنفجر بعد يبقى شيدنج ده بيحصل بترقتين حاجة سيستيميك وهو الهرمون وحاجة لوكل في الانتوميترام يعني ايه الانتوميترام اللي متخصص ده بشكل رهيب جدا والنسيج الوحيد اللي في جسم المرأة الوحيد اللي عنده استعداد للنسف وتواقف النسف تلقائي ونسفه يأكد انه خلاص وصلنا للنضج وخلاص وصلنا لمرحلة انه يبقى فيه الجزء الوحيد اللي عضو الوحيد اللي ينبق على انه حصل نضج لا فيه جسم ولا بشرة ولا عين ولا عنف ولا جهاز هضمي بيغير ويفهد تفهم انه حصل نضج ولا العضم حصل فيها نضج الا الجهاز ده الرحم ده لما تبدأ تنزل الدورة يؤكد انه حصل النضج ده ولما نعرف في الأنبوبة فلوب باختصار شديد لما نعرف وضعها تشريحي وفي السيولوجية الواضع بتاعها تعرف ايه ده ايه اللي بيحصل له يعني ازاي ان البوايدة لما تطلع من المبيض والاستومة بتاعتها اللي موجودة وحاجة اسمها الكامالاس وافرس كله يعني البوايدة بالجزء اللي حواليها ازاي الأنبوبة بالفينبريل اند بتاعتها بصواباحها الموجودة ازاي انها تروح تلزق على الاستيجما دي على البوايدة على الفتحة دي لان الوضع التشريحي بتاع المبيض بتاع الأنبوبة مختلف عن الوضع التشريحي بتاع الراتس والارانب والرابتس اللي اصلا الأنبوبة جواها المبيض لكن هنا ازاي ده الميكانيزم ده يتم حاجة غريبة وازاي بقى الصوابع دي لما تيجي تقفل على المبيض عشان تلقط البوايدة ايه اللي يساعدها حركة المرأة وإيه اللي يساعدها حركة الأمعاء الأمعاء بتعمل ايه تخش في الحوض تزق الأنبوبة على المبيض عشان ايه عشان بقاش بيبقى فيه فراغ ما بين الأنبوبة والمبيض لازقوا ببعض وبعد بالميكانيزم بقى بتاع الأهداب اللي في الأنبوبة تبدأ البوايدة تتنقل من الأنبوبة في اتجاه الرحم تمشي المشوار بتاعي هتمشي المشوار دا هتمشي المشوار دا بعد قد ايه بعد 18 ساعة من التبويد تبدأ تنتقل لما تنتقل من عند المبيض للأهداب اللي جوه لازم نعرف إن الأنبوبة متقسمة إلى أهداب وبهو وديهليز واسمس موجودة كل المناطق الموجودة في الأنبوبة دا لازم تعرف وضعها التشريحي عشان لما تعرف إنها أصيبت هتعرف تحل كل حاجة من دول إزاي إزاي الأهداب اللي موجودة تزق البوايدة من المكان دا وزي ما أنت شايف الأهداب اللي موجودة لغاية لما توصل في منطقة اسمها الأنبوبة أو البهو الضخم يكون الحيوان المنوي جاي من اتجاه معاكس يزق من اتجاه المهبل لعنق الرحم لتجويف الرحم في اتجاه البوايدة ونفس الأهداب الموجودة الأهداب اللي راحة جاية زي شخارك النعمان لما جيب فيديو كده وبعد كده إزاي توصل بقى الجنين دا يسقط لاخل الرحم سنقف كده شوية عشان الحتة دي مهمة لما تعرف الوضع التشريحي بتاع الأنبوبة كجرح بيشتعل في عالم تؤخر الإنجاب لازم تفهم الانترنست تفهم بطنة ولازم تفهم جراحة عشان تفهم الوضع التشريحي بتاع الأنبوبة دا لما خرجت الأهداء من هنا ودخلت وراء الأهداء وراء الفينبريا دي الصوابع دي اللي فيها أهداء بشكل أو بآخر بعد كده تخش في الأنفانديبلم أهم جزء موجود جوه جوه في الأنبوبة اسمه الأنبوبة وده تلتين طول الأنبوبة الأنبوبة طولها حوالي 10-12 سنتي تلتين الأنبوبة يعني حوالي 7-8 سنتي الجزء دا الجزء دا متخصص بشكل غير طبيعي الجزء دا واحد لما الحيوان منوي بعد القصف الحيوان منوي في المهبة إيه اللي بيحصل يتجمع كتلة الحيوانات المنوية كأنها حصل فيها جلطة فتتجمع وبعد ما الجامعة تم وبعد ما الزوج اتحرك والزوجها اتحركت يبدأ التجلط اللي حصل المنوي اللي موجود هنا يحصل اللي المهبة اللي يقفل عليه ودرجة حرارة الجسم دي بتأتحلله ببعض الانزيمات المعينة فتتحرك الحيوانات المنوية تجاه عنق الرحم على الايه في حاجة اسمها السبين باركي الميوكس المخضى يطلع يتسلل الحيوان المنوي ويتسلل ويطلع عبر المخي كأنه أحبال طالع عليها لغاية لما يعد عنق الرحم ويخش في تجويف الرحم وبعدين يخش في الأنبوبة اللي فيها البوايدة يبقى هنا الأنبوبة بتحرك الحيوان البوايدة من اتجاه الرحم ومن هنا عكس من الرحم في اتجاه البوايدة لغاية ما وصلوا في الجزء ده الأنبوبة أهداب بتتحرك عكس بعض لو الانفاندابولم ده فيه من 60% لـ 80% منه فيه حاجة اسمها السالية الأهداب لكن الأنبوبة دي وده أنا أقصده كل كلمة بقولها ده إن ليها ترتيب بعد كده الأنبوبة دي هي المكان إن البوايدة تيجي تخش فيها مش عشان تنقلها بس وتغذيها والحيوان المنويه يجي لها رقم واحد في الرحلة دي بيغذيها بتغذيها اتنين بتعمله كابستيشن بتعمله نضج قبل النضج الحيوان المنويه ما عندهش قدرة إن يختارك مع البوايدة يختارك البوايدة ويتفاعل معها فتعمله كابستيشن بعد كده بتساعده إن هو يروح ينغمس مع البوايدة ويختاركها والبوايدة تبقى عليها درع زون نابليوسة ده كده عليها درع تحمي نفسها طول الرحلة دي اللي غايت لما الحيوان المنويه الدين إيه أو الحامد النوي اللي موجود في الحيوان المنويه اللي بيحمل كل صفات الرجل يختارك البوايدة الحيوان المنويه اللي فيه رس وعونك وديل هيفكد العونك والديل ويفتح فتح هنا تخرج منه بالأكوزوم البصمة الوراثية للرجل تخش جوه في البوايدة يبقى هنا حصل إيه داخل الأنبوبة حصل كمان الإخصاب ويبقى الأنبوبة هي إيه الأنبوبة هي العضو اللي بيحافظ على الجنريشن هو الحضو اللي بيحافظ على استمرار البشرية هو العضو المحضن الأولاني للحمل ومكان الحمل الأولاني بيبقى أصلا خارج الرحم مش داخل الرحم عشان كده ما أقول لك الحملة ده خارج الرحم أصلا الحملة بيبقى تدمي خارج الرحم بدايته بدايته خارج الرحم بعد كده لما يحصل إخصاب هنا تبدأ تغزي كمان الجنين الموجود يبقى نعرف هنا إن الأنبوبة ليها خاصية بشكل معين بتشغل زي شقائق النعمان أنا كنت جايب نباتي اسمه شقائق النعمان لو نقدر نجيب الفيديو ده حركة رهيبة جدا شقائق النعمان ده وهم يدهو والله فعلا في شبه كبير بص كأن الأهداب ده شقائق النعمان موجودة في البحر والسمك ماشي فيه بص بيتحرك دي زي الأهداب بالزبط بالزبط بالملي شوف هو بص زبط كده قفل على السمكة وكلها الجزء ده عمل زي الأهداب اللي موجودة في الأنبوب أنا شوف ده بالزبط بالملي لو جابوا دلوقتي آه بص دول هاتوا بقى فيديو هاتوا فيديو كده الحركة بتاعت الأهداب هتلاقي تشابه كبير جدا في الحركة سبحان الله فيه تشابه تشابه رائع ما بين جدا الأنم الأنم اللي واد شقائق النعمان وال واد الأهداب اللي موجودة واد البوايضة الأهداب بورا تكت تكونهو هتضي الفيم بري الاند الفيم بري اند هي هتحدها الأهداب هتيجي دلوقتي أول ما هتدخل بتزقها أول ما هتدخل هتلاقي الأهداب وبعد دلوقتي شقائق النعمان بالزبط فل في أفزكم أفلا تبصرون ده هو الفل في أفزكم في الصورة الكبيرة نقف بقى ونكمل نقول حاجة بس نقف خلي الصورة ثابت لما بيحصل الحمل في الأنبوبة في الجزء ده الأنبوبة دي مليانة بتروحها جاية كده ومليانة سوائل عشان تغزي البوايضة عشان تغزي الحمام المنوي عشان تغزي الجنين الوافد صح كده عشان كده بيسموا دايما اللي إيه إن الحمل يعني الحمل بيتم كأنه تحت قاع البحر اللازم يكون فيه مية لازم الأنبوبة تكون فيها مية وده أحيانا لما الأنبوبة تتقفل يقولك حصل ارتشاع في الأنبوبة سوائلها هي أصلا مؤهلة لكده فلازم نعرف الوضع التشريحي والفيسيولوجي عشان ده يفيدنا لما نيجي نعالج عشان كده لما بتكون طبيبة هتشغل في عالم تأخر الإنجاب سواء كنت بتتكلم على جراحة ريبرودكتف سورجري أو ريبرودكتف يعني زي بتساعد مناظير مساعدة على الإخصاب بالمناظير لازم تكون عارف طبيعة الأنبوبة دي عشان ما نيجي نتكلم فيها كده بعد كده حصل بقى الحمل هيبدأ ينقسم ويبدأ يتحول لغاية بلاستوميرا اللي هي تطور بتاع الجنين تطور بتاع الجنين بص بقى لأن هنا الوسع بتاع الأنبوبة من حوالي هنا من واحد لاثنين ميلي في الأنبول من الواحد لاثنين ميلي لما ييجي يوصل لغاية الإسمس اللي هي فتحة داخلية اللي داخل بقى في الرحم بتبقى 0.1 اللي هي فتحة الأنبوبة داخل الرحم بتبقى 0.1 0.1 يعني ايه كان واحد من عشرة من الميلي يعني لو الميلي كان واحد من عشرة من الميلي عشان كده لما الحمل بييجي بيخش بيتزني البوايضة تتزني عند الاسم كالبارت ده والحيوان ما نوجي لها فكأنها سبتت في المكان ده فيقدر ايه يحصل لإخصاب هنا أنا بس عايزة شبه للناس حاجة عشان ما يتوهش من بس أكمل دي وشبه لهم طيب بتقعد بقى هنا هنا حصل المسافة دي تبدأ البوايضة تتحرك بتتحرك 0.1 ميلي الجنين بقى لا لسه قبل ما تبقى جنين بتبقى 0.1 ميلي بوايضة اللي هي راح من أول للتبويض الفين برديق لغاية لما توصل لغاية الأنبولة بتقعد تمشي ازاي 0.1 ميلي في الثانية يعني 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 تاخد واحد من العشرة في الميلي في الثانية يبقى في الميلي الواحد هتاخد ايه 10 ثواني 10 ثواني والصمتي اللي هو اللي هو 10 ميلي هتاخد اديه ادرب في 10 يعني 100 ثانية شوف الوقت يعني تاخد 18 ساعة ماشية وبعدين لما بيحصل فيها هنا الاخصاب تقعد 48 ساعة هنا وبعدين 3 يام وتعدي عشان لما تخش يكون في اليوم الخامس وصلت إلى تجويف الرحم عاوز اقول لك الدرع اللي كان موجود حولين البوايد ماينفعش يعدي من اسم كالبرت لازم تقلع درعها وتعدي من غير الدرع في المكان ده عشان تتقلع على تجويف الرحم عشان تخش على تجويف الرحم الجزء ده مفوش سلية مفوش اهداب والجزء ده بيعتمد على زي الحية التعبان تقعد الانبوبة لو فيه هنا صورة الانبوبة بالمنزار تلقى الانبوبة بتقعد تنقبط وتنبسط كأن بتحرك من جواها الجنين تجاه الرحم حركة دودية حركة دودية بص الحركة دودية دي للانبوبة ندرة جدا احنا يمكن عمرنا ما شوفنا الانبوبة ندرة جدا ان احنا يعني لو تثبت دي انبوبة متمددة البوايدة والاهو بص بينة جدا يعني لو الحركة تكون اقل شوية شايفة اه دي ابوبة طبعية ابوبة طبعية دي اسنان منزار واحنا تشغل منزار احنا مجميين كم صورة كده دي نوادر يعني ربنا لما يكون عاوز يحط في سكتك حاجة عشان تستدلي بيها وتقدم بشكل و باخر اللي كنا مقدمينها بحالة اسمها كارتاجنر سندروم وهنقول ها ليه برضو اقصد اقول الكلمة دي كارتاجنر سندروم المهم بتتنين كارتاجنر سندروم دي متلازمة كارتاجنر السيليا الاهداف دي بتبقى غايبة مش موجودة ابسنت بتبقى غايبة في كل الاماكن اللي فيها اهداف برب عليك منها بقى الرئة ايوة والجيوب غير انها بتكوح ودنها ممكن بتتقفل وتبوز من وهي طفلة ما بتخلفش بتاخر في الحمل وان كان بعض الحالات اللي فيها كارتاجنر سندروم ومؤكد انه كارتاجنر سندروم وبتحط بالايكتروم مايكروسكوب وتشافت ان ما فيهاش اهداف حصلها حمل ونوادر فأكدوا ان ممكن تكون هنا الاهداف ليس لها دور في نقل البوايدة ولكن الجزء العضل للانبوبة هو اللي مسؤول عن نقل البوايدة ونقل الاجنة ونقل الحيوان المنوي طيب دا يعلمنا ايه لما البوايدة والجنين بقى يوصل للرحم شوف هنا مانيان سائل عشان كده يتم الحملة دا تحت السائل كيانه في البحر لما يروح لتجويف الرحم لازم يكون الرحم مفهول سوائل فاضي ليه عشان يساعد الجنين السيرفيز بتاعه سطحه يلمس سطح البطانة الرحم اول حاجة القديزة في ستيج يلمسه بعد تاني حاجة الجزء بقى اللي هيحصل بنتريشن ازاي يحصل تريفوبلاست بقى ودي ازاي بقى يحصل تأكل تحت البطانة عشان الجنين يندمج وينغمز ويعمل بقى ينقسم عشان كده السائل بيبقوا لاية وعشان كده الناس اللي عندهم بعض السوائل في تجويف الرحم بيحصل لهمش حام رغم ان تبوضهم كويس ورغم ان الانبوبة كويسة بيحصل حام عشان كده لما اثناء الحقن المجهري لما يجي ونقلوا الجنين لما بلقوا سائل في تجويف الرحم بيش فطو او حتى لما بيجي ونقلوا الجنين ببعض السوائل اللي موجود النيوتران تتغذيه اثناء الحقن المجهري لما يجي ينقلوا ينقلوا كمية قليلة جدا عشان تساعد تغذية الجنين ولو حطين حاجة اسمها امبر جلو كأنه السمغ الجنين اللي يلزق في جدار الرحم لازم تكون كمية قليلة جدا وإلا كمية كتيرة هتخلي فيه لبريكيشن زحلقة مش هيحصل فيه راف سيرفس بحيث ان الجنين يمزك هنا احنا بنفتح مجال جديد في الكلام وبالتأكيد هنعيد ونزيد فيه لغاية ما نحفظ الناس بس لازم يفهموا ده ولازم يفهموا قد ايه التوافق والتروس اللي موجودة مبين المبيض ودورته الدموية وما من قنبوبة ليها وضع تشريحي وفي سليجية الوضع التشريحي ده وكل جزء اخبار ايه ومباني الرحم اللي موجود عشان ايه عشان ما نيجي نقول هنيجي نختار القرار للمريضة دي هنعمل لها حقن مجهاري ولا هنعمل لها جراحة منظرية طب المريضة دي كان عندها بطانة رحم مهاجر ومخزون المبيض قليل هنشيل الكيس ولا نعمل حقن مجهاري ليه الموجود بعض الناس تأيض وبعض الناس تعارض وهل التأييد والمعارضة رائش يعني انا بحب اشتغل ده فهشتغله وانت بتحب تشتغل ده فهشتغله ولا وفق علوم رصب ترسخت وبقى فيها علم وبقى فيها قرار يتاخد ازاي امتى الحقن المجهاري يكون هو الافضل وامتى جراحة المناظير تكون الافضل بالنسبة للحالة دي الحالة دي وغيرها على المطلق السؤال المعهود هل اطفال الانبيب هي العلاج اللي من الاخر يعني لما يجي حد ممكن ما نضيع وقت فممكن منقول اطفال الانبيب ده العلاج اللي من الاخر ولا لما عمل من الاخر بدون اي تشخيص مبدئي وبدون وصول للسبب فلا ان الاخر ما جابش نتيجة فيحصل احباط ويحصل احيانا انطلاق لان الاخر جه فورا الاخر ايه مفيش حاجة يبقى بالتأكيد لا ده اكيد مش مؤهلة للحمل وليه في عالم المرأة وتأخر الانجاب المرأة ويعتكر تأخر الانجاب انه مرض انسوي كأن الرجل بعيد عن الموضوع رغم انه 50% من تأخر انجاب رجل لكن عشان المرأة بنكلم على رحم ودوره وأنبوبة ودورها وطبويض ودورها وحوض ودورها وهرمونات ودورها وجينات ودورها فبالتأكيد المرأة في الشغل ويالي هتحمل في الآخر فبالتأكيد التركيز معاها وبالتأكيد كل سواء كانت ويالي بتدور على الحمل أو سواء كان زوج يعني ايمانه بدأ يقل أو أهالي دخلوا بالموضوع غلط ايمانه بان في حل ان في حل او ان الام الولد تقوله لا ده اكيد مش منك منها فالمرأة دي عشان ما نعودش نتكلم في النقطة الاجتماعية اللي هتضيع وقت كتير تعالنا نتكلم في العلوم اللي ممكن تغير الوضع الاجتماعي لما يبدأ يفهم الشخص يبقى الوضع التشريحي ده موجود جدا مهم عشان نقول ايه بقى لما تبدأ تقدر تستسد الانبوبة من قدام من عند الفامبري يبقى ليه حل يعني معنى كده ايه ان لو انا الفامبري دي تلفت تماما لا اول الانبوبة اول الانبوبة الصوابع دي تلفت تماما في حل يعني المنظر ممكن يعليجها يعني ممكن ان انا وانا وفتحت الفيموزس وفتحت الانبوبة وعملت ايبيرشن وقلبت ده هل الجزء بتاع الانفانديبلم ده ممكن يدخل البوايدة عادي جدا اه طبعا وللاهداب اللي جواه ينفع تشغل اه طبعا طب لو كان الانفانديبلم ده باز كوو وهم شغالين عن عمد او او حصل له اي مشكلة او جزء من السلية واهدابه راحت ممكن ينفع برضو من زار ويشتغل حتى لو انفانديبلم موجود مش موجود ينفع يبقى كمان اعرفت ده طب لو الانبولا دي اللي بتم فيها الانبولا هي جزء في الانبوبة من تلتين الانبولا اللي هي حوالي خمسة سنتي لو دمرت تماما ما احصرش حمد ليه آية المكان اللي بيغز البوايدة والمكان اللي بيغز الحيوان منوي والمكان اللي بيحصل فيه نطج الحيوان منو والمكان اللي بيحصل اللي بيعدي كده ينقن. طب على اقل. كان في المية لو هي دمرت اثناء لو واحدة بتعمل. مثلا واحدة بتولد. وبعد ما بولد ولدت كزا مرة فتقول لك اعمل لي ربط الانبيب. بيحصل ربط الانبيب لبعض الحالات لو كان عندها مشاكل من تكرار القيصريات او مشاكل من قلب او مشاكل صحية بشكل او باخر. فممكن بنعملها ربط الانبيب. او اثناء في اي دولة تانية خارجية عشان الحلال والحرام مفيش مشكلة ممكن يعملها ربط الانبيب كوسيلة من وسائل منع الحمل. فربط الانبيب يم احيانا كي او قص او خياطة او اي حاجة. لو دمرت نص الانبولة. لو دمرت نص الانبولة. الانبولة هي وزء في الانبولة. اه. لو دمرت نصها النص التاني ممكن نشتغل به ويحصل حمل. يعني معنى كده لو امرها ريكونستراكتيف سيرجري لجراحة فيها كل فانية. جراحات اعادة البناء. ريكونستراكتيف سيرجري دي جراحات المحافظة على الاشياء. طيب. فيبدأ ان انا ممكن اواصل الانبوبة مباشرة للرحم. طيب افرد بقى هما بيعملوا ربط الانبوبة. فصلوها من الرحم. واتكاوت. عادي جدا ممكن الجزء ده نستعين عنه. ويبقى مباشرة الجزء اللي هو الديهليز الواسع. الانبولة دي المصرر ان انا اقول اسمها عشان تبقى مفهومة. تتنقل تماما بجراحات ميكروسكوبية. كان بتتعمل احيانا لبروتوم يفتح بطن بشكل معين. بلوب معين او بميكروسكوب معين. ودلوقتي بتتعمل بالمناظير. وممكن اعادة تأهيل الانبوبة مرة تانية. طيب انا عاوز اقول ايه. عاوز اقول. لما جاء جي فوكو عالم فيزيائي. كان عاوز يثبت سنة 1860 ان الارض بتلف حوليه نفسها. لان قبل العلم ده كانوا بيتكلموا على ان السماء هي اللي بتلف حولين الارض. ففوكو جي جاب دانية مدفع. في حبل 76 متر. وحط في الحبل ده. ده ده جزء يعني كأنه تبصير. حطه في القبة بتاعت كنيسة سان جي جيفاني. وموجود دلغاية دلوقتي البندول ده موجود بتاع فوكو. عشان يؤكد وهو ماشي كده بالبطء الشديد كده. وهي بتلف. الدانة بالتدريج زي ما انت شايفها. ان الارض تدور حول نفسها. اهو. شكل شكل فوكو بين دول. ان الارض تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة. او بمعنى اضاق مرة كل 23 ساعة و 56 دقيقة و 4 سوائن. وبالتالي تعاقب الليل والنهار. ودور حوالين الشمس مرة كل 365 يوم. 365 يوم. بتستغرق 365. 65 يوم. فثبت هنا ان فوكو بيؤكد ان الارض بتلف حول نفسها. طيب لما نرجع ايه اللي عاوزين نوصله هنا. ان لابد ان تعرف وتعيق تماما الوضع التشريحي. عشان تبدأ تعرف تشتغل داخل جسد المرأة. وبالتالي. ان فن لو اعتبرنا ان البطنة هي ام الطب. فجراحات المناظر الميكروسكوبية هي فن الطب. وليست الفن الضائع. لان لما حصل تغيير سكاني. بدأ يحصل بعض التغييرات في فكرنا. وبقى ده نيو نورمل. كلمة ثاني نيو نورمل اللي بنتكلم فيها النهاردة. فلما حصل تغيير والاهتمام بصحة المرأة على العموم. والصحة على المطلق. او صحة المرأة على خصوص صحة المطلق. فبدأ المرأة سنها يجبر. وبدأت لما سنها يجبر. بدأت بعض الجراحات الخاصة بها محتاجاها. بدأت تحتاج ادوات للتجميل. عمليات للتجميل على المطلق. هل صحتها لما بتزيد هتزيد صحيا فقط. ولا بتزيد قز عمرا فقط ولا بتزيد بالامراض المزمنة اللي معاها. نعمل ايه عشان تبقى عايشة سنوات من العمر بصحة جيدة. فده يخلينا نشوف من البداية. لو كان في بعض الامراض الميتابوليك ديزيزة البيسيو او غيره. نبدأ من دلوقتي. امراض الميتابوليزم زي التكاس المبايد. عشان لما بتكبر الست يبقاش عندها امراض للقلب وامراض للأزام والسقط. لما بدأت ده عموم المرأة يزيد. تخيل ان في 30 سنة عدد سكان الارض زاد من خمسة مليار الى سبع مليار. من خمسة مليار الى سبع مليار. وبالرغم من عدد زيادة السكانية الرهيب ده. الا ان معدل النمو السكاني في الدول المتقدمة قليل. بمعنى اضاك ان معدل مثلا زي الولايات المتحدة الامريكية. معدل السكاني بقى حوالي مثلا ثمانية حوالي واحد وتمانية لكل الف واحدة تولد. لكل الف واحدة واحد وتمانية ممكن لولاده. والمعدل الطبيعي عشان يحصل للجينيريشن يتعود تاني. يعني مئة مليون يفضلوا مئة مليون. او خمسين مليون يفضلوا خمسين مليون. مش خمسين مليون يبقى يبقوا متين مليون. زي ما بيحصل لبعض الدول. لازم المعدل الانجاب يكون اتنين وواحد لكل الف سيدة. يعني كل الف سيدة اتنين واحد بيولدوا. لما يكونوا عشر تلاف سيدة يبقى حوالي عشرين. لما يكونوا مئة الف سيدة يبقى حوالي متين. لما يكونوا مليون يبقى حوالي الفين. لما يكون عشر مليون يبقى حوالي عشرين الف. لما يكون مئة مليون يبقى حوالي متين الف. وبالتالي ده يحصل تعويض لسكان. ناس بتموت وتندسر والناس تتولد تاني فيبدأ الإعمار للأرض الموجودة أو للدولة الموجودة. نسبة سابطة. لكن تعالوا نقول إيه. لما زاد حتى سن المرأة تغيرات اللي بدأت تحصل في العالم وتفكرنا بدأ المرأة تعذف على إنها تحمل في البيب الأولاني وبدأ سن المرأة في الزواج يزيد. عالميا. تتأخر في الحاجة. تتأخر في الزواج. وتتأخر في الإنجاب. فبدأت لما كنا لأول يعني عشان نسبة مثلا لما نجيب سنة 95. نسبة السيدات اللي جابوا البيب الأولاني فوق 35 سنة. كانوا 5% من اللي جابوا البيب الأولاني كانوا فوق سن 35. أول مرة. أول مرة. أول مرة. أصحاب الطفل الأول فوق 5. 2005. تعال نشوف النسبة زادت قد إيه. يعني 95. قادي 75. 5 في المية. 95. 22 في المية كانوا فوق 35 في السنة. سنة 2015 بقوا 30 في المية. اللي جابوا البيب الأولاني. أه. تلت اللي جابوا الطفل الأول في 2000 وكان و13. يعني كأننا دلوقتي وصلنا 35.40 في المية من الناس اللي بيجيبوا البيب الأولاني فوق 35 سنة. يبقى معنا كده. الاهتمام وتأخر سن الزواج وتقدم سن المرأة اللي بتدور على الإنجاب زاد. وبالتأكيد لما يزيد عدد السن ده. كلما زاد سن المرأة تقدما. كلما قلت عدد البوايضات اللي احنا قلناها من البداية عشان كده كنا بنتكلم لازم نفهم. ودعوة هنا بقى لعدم تأخير الإنجاب بدون داعي. لما المرأة بتتقدم في السن. عدد البوايضات اللي موجودة في المبيض بتقل. بتقل عددا وجودة. لما بتقل عددا وجودة بقت البوايضات اللي موجودة. أكيد بعد الخمسة وتلاتين للأربعين أو فوق الأربعين. ورغم إنها أهنها تدور. وبقى على المطلق وعلى العالم دلوقتي فوق الأربعين بيدوروهما ليهل بنهار. وعشان كده الاندستراليزيشن في الارت. أو تصنيق المصانع والتصنيع والكوكبة اللي تمت أقصد. أو النقلة الحضرية اللي تمت والسريعة اللي موجودة في الفترة اللي فاتت. وخلت الارت أو المساعدة على الإخصاب بقت ليه لنسن المرأة زاد. لما سن المرأة زاد. كان عدد دورات الحقن المجهري بدأت تزيد. سنة خمسة وتسعين أربعة وثلاثين ألف دورة في السنة في الولايات المتحدة الأمريكية. سنة خمسة وتسعين. ألفين وخمسة مية أربعة وثلاثين ألف دورة وكسر. يعني أول مرة أربعة وثلاثين ألف دورة. عشر سنين زادت مية ألف مية أربعة وثلاثين ألف دورة. ألفين وخمستاشر متين أربعة وثلاثين ألف دورة. يعني دخلها في حوالي ربع مليون دورة في السنة بتتم في الولايات المتحدة الأمريكية. تقدم سن المرأة عدد المراكز الحقن المجهري زادت وبالتالي حصل ثورة من سنة 78 ثورة في عالم علم الإخصاب المساعد فزادت مراكز الحقن المجهري على عموم العالم وبالتالي بدأ بعض الناس تهجر العمليات المناظير اللي بتاخد وقت طويل جراحيا بتاخد وقت طويل في التدريب بتاخد وقت طويل ومهارات رهيبة جدا داخل غرف العمليات بتاخد وقت طويل لأن المراكز المؤهلة لتدريب أطباء بيشتعلوا بفن الحقيقي للمناظير والمناظير الميكروسكوبية يعني ياخد كل الكريتيريا بتاعت الميكروسكوب بيشتغلها بالمنذار بدأ التقل وبالتالي بأنها ملجاري على الحقن المجهري وبالتالي حصل هجرة لبعض الأطباء من المناظير لأنها مجهدة ومتعبة وقت طويل وبدأ يحصل شفت للحقن المجهري وبالتالي بعض الأمراض اللي موجودة داخل جسد المرأة اللي كان ممكن حلها بالمناظير واستعادة طبيعة الأعضاء اللي موجودة رجوحها الوضع التشريحي مرة أخرى ووجدها للوضع الفيسيولوجي مرة أخرى وفرصة إن المرأة تحمل حمل طبيعي كدت المرأة إنها تفقد هذه الميزة للمناظير أو إنها تاخد فرصتها الحقيقية وبالتالي بتخش تعمل حقن المجهري واللي توصلها متمرها بالحقن المجهري تبقى حقن المجهري مرة تانية يعني الرسالة اللي عاوز أوصلها إن كل حد منه هو منفرد إنه يونيك إنه ربنا خلق كل حد فينا واحد ما تكررش وبالتالي كل مريضة داخلها تدور على الإنجاب هي مريضة تحمل جواها مرضها هي وبالتالي لا توصف بالمرض على العموم لازم مخرج بتاعها هي فوزية محمد اللي عندها 35 سنة اللي جزها مثلا عنده آزوس بيرميا غير فوزية محمد اللي عندها 35 سنة وجزها طبيعي بس هي عندها نسدات في الأنبوبة بس السدات في الأنبوبة مقدم من عند الرحم من هنا ولا مؤخر ديستل هنا فليها تأقيد ليها أصدق حل خاص ولا فوزية محمد اللي عندها تكايوس مبيضين هتشغل بأدوية ولا هتعمل حقن مجهري ولا هتعمل دريلينج تسقيب كهربائي والكلام إن الكتير بيتقال عمل تسقيب كهربائي فافقد المبيض لإن كويته الحقيقة واللعم التسقيب كهربائي لإن المبيض فعلا للعلاج وممكن يستجيب ويحصل تبويض ودورة حقيقية وده حقيقي يبقى إمتى مين اللي أستخدمه ده ومين اللي أستخدمه ده مين اللي أعمل لها دوا ومين اللي أعمل لها حقن مجهري ومين اللي أعمل لها دريلينج نفس القصة للناس اللي كبرت والدراسات اللي بتتم والمريضة دي اللي عملت حقن مجهري وفوق الأربعين سنة ونسبة النجاح للحقن مجهري أصلا طبيعيا لو نسبة الحمل الطبيعي لزوجين اتجوزوا نسبة الحمل الطبيعي بتبقى حوالي في الثلاث شهور الأولانيين حوالي 35% أو 20% بعد 35% في الثلاث شهور التانيين وبعد كده تبدأ تبقى حوالي 75% في الست شهور نسبة الحقن المجهري طبيعي كله على بعضه من حوالي 30% ل40% يعني كأنه حصل مضعفة لنسبة النجاح بس لما يكون نعمل حقن مجهري لمريضة فوق 35 سنة فوق الاربعين سنة نسبة النجاح بقت حوالي 35% عشان جودة البائضات بس المريضة دي لما يكون عملت حقن مجهري مرة واثنين وعندها مشكلة في الأنبوبة فنيجي لحل الأنبوبة اللي لقى الستة بتحمل ونسبة الحملة تعدى 30% يبقى دي مش دعوة هو منزار ولا حقن مجهري هو دعوة لما بتنزل في ميدان الحرب وعندك عدوة هو إمتى تستخدم طلقة أو إمتى تستخدم سنكي سلاح أبيض وإمتى تستخدم رشاش وإمتى تستخدم دانة مدفع وإمتى تستخدم دبابة وإمتى تستخدم باتريود وإمتى تحط نابالم وإمتى 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 طيارة بدون طيار إمتى يعني معنى كده إن كل الأسلحة لابد أن تكون في إيدك وإنت بتتعامل مع المرض عشان تختار أي سلاح اللي ينفع للحالة دي فتجيب النتيجة المرجوة عشان في الآخر خالص لما يبقى نسبة الحمل التراكمي اللي موجود بدأت تزيد أو الشهر بدأت تزيد مش هتزيد إلا لما يكون فيه اختيار حقيقي للمريض واختيار حقيقي للتشخيص وتشخيص مبني على قواعد حقيقية عشان نستفيد بالثورة والطفرة العلمية اللي تمت دي كلها في صالح البشرية ومن اختصرهاش بكلمة حق يراد بباطل تعالى جيبلك من الآخر أتري ما كانش الآخر حلو التعبير إذن الطب كله قائم على ما يسمى بالتفصيل تيلور تيرابي الدكتور السيد قال جملة مهمة جدا قال إن فوزية محمد ولا فايزة محمد فوزية محمد فايزة محمد أقصد يعني أقصد يعني أقصد يعني فوزية محمد اللي عندها مشكلة ما في الأنابيب وعندها زوج بمواصفات معينة في شكل حالات المناوية غير فوزية محمد بنفس السنها اللي عندها مشكلة تانية برضو في الأنابيب بس مشكلة بشكل مختلف وزوجها بمواصفات لفحص حالات المناوية مختلفة كل حالة وهي دي صعوبة التعامل مع تأخر الإنجاب تأخر الإنجاب موضوع معقد وتعقدته إن هو اتنين مش واحد مش مريضة بس ده مريضة وجوزها ومش مريضة بنحط في اعتبرنا فاكتور واحد فقط ولكن عوامل كتيرة السن عامل حالة الأنابيب عامل حالة الرحم عامل الحالة العامة عامل حالة البوايضات عامل الحالة المادية كمان عامل مهم كل ده يخليني والسق الراجل بقى في الحالة دي يتهل حيات المناوية سليمة مش هوها مفيش في الاختيار مش سهل في التعامل مع هذه المعضلة المركبة اللي عايزة زكاء وعايزة امتلاك أدوات مرضو الدكتور سيد أكد على حاجة ودي مهمة جدا انك لازم طالما هتتصدر لتعامل مع مشكلات تأخر الإنجاب لازم تتمكن من كل الأدوات ليه تتمكن من كل الأدوات لازم يكون عندك مناظير لازم يكون عندك حقن مجهاري لازم يكون عندك تدخلات جراحية بمختلف التخصصات في نفس المكان عشان ما يبقاش عندك ميول ما يبقاش زي ما بيقوله عندك غرض في تحقيق التعامل مع المرض لأن الغرض مرض لأنه يكون عندي بس حقن مجهاري يبقاش لحالات تأخر الإنجاب هتعمل معنا لأنها حقن مجهاري و دكتور عامل وكمان أعوزيني صح مفاهيم على مناظير الجراحية المساعدة على الإخصاب يبقى إحنا بقولنا كلمة الإخصاب معناه التقاء الحياة المنوي بالبوايدة داخل الأنبوبة فلوب أي حاجة تعكر صفه العلاقة دي واتأخرها بمحتاجين إن إحنا نساعد الاتنين دولة يتقابله فبيتقابله إما بره الجسم بالحقن مجهاري وأطفال النبيب ويبعدي كده ننقلهم في الرحم يقوم إما جوه الجسم بالمناظير المساعدة على الإخصاب وكده بقى المناظير المساعدة على الإخصاب ليس مقدمة لحقن مجهاري مش بنعمل منظار مساعدة على الإخصاب عشان نطلع منه ومؤهل نفسيا وقاهل الإخصاب دي نفسيا إن إنتي في خلال تلات شهر تعمل بقى حقن مجهاري ده مش مساعدة على الإخصاب لو كنت تعمل منظار تشخيصي ولقيت إن فيه بإن منظار التشخيصي ما نخشش لإن فيه أدوات دلوقتي تساعدنا قوي على إن إحنا نشخص قبل ما ندخل مريضة في منظار ونقلل قيمة المنظار في إنه تشخيصي فقط وبالتالي فيه فرق ما بين إن أنا هبدأ بمنظار وأنتقى بمنظار وتحمل طبيعة وده نسبة عالية هبدأ بمنظار لإني فشلت إنها تعمل حقن مجهاري عشان أنابيب مرتشحة وفجأت إن أنابيب المرتشحة استهلكت تماما ودمرت تماما وعملت لها منظار ده ده اللي في اللي جاي كتير بس دي مقدمة يعني وفعملت لها منظار في لقيت الأنبوبة ما تنفعش أنها تتصلح فتالي بقى ده مقدمة لحقن مجهاري وإمتى اللي اتنين يبقوا مع بعض كعلاج تكاملي في الآخر خالج خالص لإنهاء كلمة ما تبقى ما تبقى إن فرتلتي تبقى فرتلتي إن فرتيل بقى تفرتيل بصوا بقى عشان أقول لكم باختصار شديد إحنا قلنا إنه نهاردة القطر ده مش إزاي الخطوات اللي إحنا قلناها أداء المهنة الطبية مبني على شيء مهم جدا هو الطبيب وصناعة الطبيب ليست أمر سهل هي صناعة تحتاج إلى تضافر جهود كثيرة جدا لإطفاء القيمة على هذا الثوب الأبيض لإعطاء القوة والمهارة اللازمة لمجبهد الكثير جدا من أعدائك وأعداء وطنه اللي هي الأمراض صناعة الطبيب تستلزم الاهتمام جدا بالعقول التي تحيط هذا الطبيب وبالتالي البحث العلمي ما بقاش رفاهية ولا بقى فرض ننظر له بشكل من عدم التقدير الكامل أو التقدير اللي هو بيسموه under estimation لا لازم يكون تقدير كامل وفوق الكامل كمان لأن الحاضر والمستقبل بيقول لنا بصوت عالي جدا أنه لا حياة بشكل آمن بدون بحث سلمي قوي البحث العلمي ده لجزء من الأسباب والأسباب لا تتعارض مع الإيمان بدلائل كثيرة جدا قلناها النهاردة بتقول أنه الإيمان جزء منه هو البحث في الأسباب والعمل بالأسباب في دنيا الأسباب بدلائل ربنا سبحانه وتعالى بنفسه خالق هذا العالم خالق هذا الكون هو اللي ادهى للإنسان يمشي فيها البحث في الأسباب دي يستلزم أن الإنسان يفهم قوة جدا يعني إيه تشريح اللي عايز يدخل للمهنة الطبية يحترم هذا التشريح ويحترم أدواته ويحترم من خلال البحث والعمل على الأسباب أنه يشتغل بكل هذه الأدوات بشكل عادل عشان يوصل لحاجة مهمة جدا مصلحة الدكتور مصلحة المريض مصلحة المريض مش مصلحة الدكتور ولا مصلحة المنظومة إذا كانت مصلحة مادية مصلحة شهرة كل دا يتركنا على جمع مصلحة المريض هي المهمة مصلحة المريض أو المريضة اللي في حالة تأخر الإنجاب تستلزم إتقانك أيها الطبيب لكل هذه المنظومات لكل حاجة كل هذه الأدوات عشان تقوم أنت فعلا عملت المعادلة الكبيرة خدت الأسباب اتقنت الأسباب فوسط المجتمع وفر لك الأسباب وعمل عليها فوسط ناس صدقوك وآمنوا بيك وآمنوا بالأسباب اللي انت اشتغلت بيها لأنهم شايفين أنه كل العالم اللي انت عايش فيه بيشتغل بحاجة مهمة جدا اسمها البحث العلمي والإتقان العلمي ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة لأستاذ دكتور سيد الأخرص نورتني في الدكتور كالعادة أبدعت شكرا يا عمي خليكوا دايما مع الدكتور شكرا يا عمي